يلا يا فندي عمكتبك يا أمر باشا ما يصحش كده حردك يا فنديم إحنا جايين مع بعض هنمشي مع بعض لا أنا حرجع لوحدي حرجع بتوكتك الوزارة ده اسمك كلام برضو يا أمر باشا عايزي يا حسام عايزي مني يا أمر باشا حردك زعلان مني يعني أه طبعا زعلان حقك يا أمر باشا تدبسي يا صوت مشهور بي كده ما حردك يا أمر أشقتنا في عمدان وشجر وقعتنا في الترعة أيوة بس مش للدرجات يا حسام يا فنديم إيه ده بس يا أمر باشا يعني حردك متعود على حاجات دي حردك إخفاقتك بتتكلم عنك فعلا فعلا يا حسام أنا عصابي تعبانة وبخفق بقالي فترة يمكن عشان قلبي بيخفق أو يمكن عشان بخفق ميد الصبح أفطر بيه لكن الإخفاق ما يبقاش الدرجات دي حسام أنا 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 فعلا محتاج أجازة يا فكرة تحفة جدا طبعا يا أمر باشا والله العظيم وأنا كمان محتاج جدا محتاج إيه يا فندي تاخد أجازة؟ محتاج حضرتك تاخد أجازة؟ ما تقلقش يا أمر باشا الشغل أنا أشيله على رأسي والله العظيم ما تشيلش أي هم يا فندي انت كبيرك تشيل دمبل تشيل حديد لكن الشغل ده تقيل عليه ثم أنا ضميري مش هيبقى مرتاح وأنا بعيد عن الشغل بالعكس يا أمر باشا ده أكتر وقت هيبقى ضمير حضرتك مرتاح فيه جدا يا أمر باشا أرجوك يا فندم خد أجازة خد أجازة وما تشيلش هم خالص والله العظيم يا أمر باشا هارتك بقى تروح تقعد على البحر تقول إفهات للسمك السمك يضحك ترد عليه تضحك والبحر يضحك وتبقى سعادة خد أجازة يا أمر باشا لا 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 أبدا دي مالهمة عقلية لا أرجوك يا أمر باشا لا أرجوك يا أمر باشا أرجوك خد أجازة لا يا حسام لو بتحب مصر لو قلبك على الوطن حسام ما تتغبش علي بأم الدنيا لكن آهاء سنة عادة آهاء آهاء العجلة مفاسية واضح إنكم مسافرين وعلى عجلة من أمركم جانيتم فوقوا العجلة عشان ما تضربش منكم تثكر إن شاء الله يا فندم حداك لمح جدا ألف شكري موسيق جدا يا فندم يعني مش عافين نشكركم إزاي ربنا يجعلكوا دايماً أحملينا إن شاء الله يلا يحجّ عشان نلحق العمرة دي عمرة إي يا حجّة بلبس السوارية دوة دي تقريباً عمر الدبي أنا طلعتها مرتين و كانت لذيذة جدًا نصيحة أخوية مني ليك فيه كرفيو من هناك اسمه الشيخ الشريك حتلاقي مرسوم عليه برهد ونوم وقزرة نفحتين منهم هتبقى جمل أو الله مع السلامة رضيجك إن شاء الله وعدنا يا ريت تعولنا في برج خليفة مع السلامة يا مندب أمرة مقبولة يا سلام حسام يا أمر باشا مبات هنا ولا ايه أنا فعلاً حسام لازم أخذ أجازة أجازة للاستجمام والاستحمام والإنستجرام آه والله حسام استنى حسام حسام حروح ازاي حسام استنى ابني استنى الله يخليك لا هنا مفيش تكتك واحد حسام حسام استنى موسيقى الجار الياضة باقة برضو لا 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 ما تقلقش مش جهاز كل زمر ده جهاز كشف المعادن ومن الواضح ان معادنك قصيل عشان كده الجهاز زمر يا فندم القتل كله نورك اتفاضل يا فندم اتفاضل يا فندم ساح بر يا فندم صباح الخير ما عليش اصلي متعوردك كلام بالهولوغريفي ولا اهمك صباح النور تحت امرك لا صرحة كان فيه حاجز شالية باسم الدكتورة أيام الاسم الكامل دكتورة أيام أيام السادات علمت الجيولوجيا والفرعونيات اللي حاصلة على الدكتورة في الماش باتسبولزينز والحائزة على جيزة نوبل في تعليب التونة المفتتة يا خبر يا فندم عليك نورتينا غازوا أحدا من فضل ايوه ما دام علي عندينا نزيلة ورد جيزة نوبل